بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عجل المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام مع فيديو جديد من فيديوهاتنا الخاصة بتصميم المنشآت الخرصانية وإن شاء الله نهارده هتكلم عن محلول على جزء توزيع الأحمال على الكاميرات وهنشتغل على إزاي حضرتك لو أنت عندك عمود إزاي حرك تحسب حمل العمود وكمان تعمل تصميم لهذا العمود المثال اللي معانا ده كده بلان عبارة في مجموعة من الكاميرات دي عندنا كاميرا بي واحد الكاميرا دي بالنسبة لنا تعتبر سيمبل بيم يعني كاميرا تعتبر بكية واحدة أو بحر واحد مش مكملة معاناها يبقى مطلوب من حرك انك تعمل حسابات الأحمال على الكاميرا بي رقم واحد ومطلوب من حرك تحسب حسابات الأحمال على الكاميرا بي رقم اتنين والكاميرا بي رقم تلاتة والكاميرا بي رقم اربعة لو احنا بصينا كده جماعة القامرا بي ا gleichzeitig ٢. دي برضه تعتبر قامرا سيمبلبيم. يعني باكية واحدة هي طولها كامة عام طولها خمسة متر. والقامرا بي واحد طولها كام طولها اربعة مترونوز. تبطي قاماءات بي ثلاثة. حضرتك انا ماتكنش متخيل ان القامرا بي ثلاثة دي باكية واحدة. لأ هو انا كتبتي لك البي تلاثة اينا عند الباكية دي. بس حضرك لما تيجي تشتغل على القامرا بي ثلاثة تشتغل على الاكس كله من الاول للاخر. يبقى الكاميرا بي تلاتة دي تعتبر كاميرا كونتينو وصبيم مكملة معايا كان بك يا جماعة تلت بكيات البحر الاولين اربعة متر ونص والبحر التاني اربعة متر والبحر التالت اربعة متر كان ممكن برضه اكتب لك البي تلاتة تحت كان ممكن اكتب لك البي تلاتة تحت خالص على الحرف او على البكية اللي هي طولها اربعة متر انا طبعا بكتبها لك مرة واحدة حارك بقى بتبص على الاكسي كامل الخطين بتوع الكاميرا مكملين معاك منين لحد فيه فكذا الكاميرا بي تلاتة بالنسبة لنا تعتبر الكاميرا كونتين وصبيل نفس الفكرة برضو الكاميرا بي اربعة الكاميرا بي اربعة دي مين شايلها العمود دوت من الاول والعمود دوت من النص والعمود دوت من الاخر يبقى في الاخر حضرتك الكاميرا بي اربعة تعتبر كاميرا مستمرة برضو بس كان باكيتين او تعتبر توسبان او بحرين متجاورين البحر الاولاني عندنا خمسة والبحر التاني خمسة متر. ده كده بالنسبة للاربع كاميرات. خلينا كده نشوف ايه اللي موجود عند حراك في المسألة. بيقول لي الانشائي اللي حضرك شفته مطلوب منك تحسب تحسب حضرتك الاحمال في صيغة طبعا احنا كنا اتكلمنا جماعة في فيديوهات سابقة. هسيب ان شاء الله لحضراتكم اللينك الخاص بيها في الوصف التفصيلي اسفل الفيديو على طريقة الاحمال او طريقة حساب الاحمال على الكاميرات. كنا قلنا ان في عندنا طريقة وطريقة الووركينج لود وطريقة الالتيميت لود. مطلوب منك بقى في المسألة دي انك تحسب الاحمال في صورة الالتيميت فور شير اند مومنت. برضو شير اند مومنت دي هي المعاملات اللي احنا كنا مسمينها لو حركته تبتكروا معانا اللي هو الفا ومين الفا وبيتا. مومنت اللي هو المعامل او الفاكتور الفا والشير اللي هو المعامل البيضاء. انزا بي متى على القمرات. بي واحد وبي اتنين defic plata وبي اربعة اللي احنا شفناهم مع بعض من شو 갈 ايقب كده. وبعد كده. وفي الي عامل كولام سي واحد ده؟ اهو. اللي هو جاي عليه القمر ما موجود ده. ولي جاي عليه القمر ما معامل �ル انا اصمم العامل ده. تمام؟ انا دليطي على wellness healedة اللي القمر هي اللي جاي على العمود. مهي البي تي في الاخر هتسلم حملها المين. هتسلم عملها للعامل ده من تحت وهتسلم حملها للعامل من فوق. الكامرا B2 هتسلم حملها للعمود اللي على الشمال وللعامود C1 اللي انا برضو عايزه. يبقى كده C1 يعتبر لم الاحمال او يعتبر استلم احمال من الكامرا B1 ومن الكامرا B2 هنعرف ان شاء الله ازاي حضرتك بعد اما تصمم او بعد اما تحسب احمال الكامرا B1 وب2 ازاي توصل هذه الاحمال الى العامود C1 وكمان تعمل تصميم للعامود. من ديني من باقي المعطيات اللايف لود عندنا باربعة. او سمك البلاطة مية وعشرين ميلي متر ده القطاعات الخاصة بالكاميرات اللي هو عرض الكاميرا ميتين وخمسين ميلي والسيكنس بتاع الكاميرا ستميت ميلي ارتفاع الدور تلاتة متر السمك بتاع الحيطة مية وعشرين ميلي يعني يعتبر الحواقط عندنا على نص طوبة نمبر اف ستوري عشرة ستوري يعني ايه عم الكلام دوت حضرتك عندك هنا عشر ادوار طب هعمليه بالعشر ادوار ديت هنحتاجها واحنا بنعمل ديزاين للعمود تمام؟ هنعرف طبعا الكلام دوت ازاي بعد شوي اف سي يو اللي هو اجهاد الخرصانة خمسة وعشر نيوتن على الميلي متر مربع والاف فيل تلتمية وخمسين نيوتن على الميلي متر مربع خلينا كده نستعرض شكل توزيع الاحمال على الكاميرات احنا كنا قلنا جماعة شكل توزيع الاحمال على الكاميرات بيعتمد في الاخر على نوع البلاطة البلاطة عندنا وانوي او تووي البلاطات الوانوي التي ستجعل حضرتك اكبر hey اللي هو لما يكون حضرتك نسبة الكبير على الصغير اكبر من اتنين البلاطات الطوي لما يكون نسبة الكبير على الصغير اصغر من او يساوي اتنين طيب، حراك لما تيجا تمسك البلاطة اللي فوق دي كده البلاطة دي ابعادها كم في كم يعنى خمسة متر طولها وعن ضاه呀 ربعة مترونص لما تيجا تقسم خمسة على أربعة ونص سيطلع واحد واحد من عشر. اصغر من اتنين يبقى كده البلوطة دي يبقى الاحمال بتاعتها هتمشي في الاتجاهين على الاربع كاميرون. كنا قلنا بتيجي قصاد الطول الكبير. عندك هنا خمسة متر بتيجي قصاد الطول الكبير وتعمل خط كده. وتوصل عندك بالاربع اركان بتاعت البلوطة. او حضرتك بتطلع من الاربع على زاوية خمسة واربعين درجة. بتنصف الزاوية التسعين. تطلع على زاوية خمسة واربعين. تنزل بزاوية خمسة واربعين وتنزل من هنا وتنزل من هنا. هتلاقي في الاخر الشكل عندك اتنين شبه من حرف اتنين مسلس. وكنا قلنا برضو ان ارتفاع شكل الحمل هو عبارة عن نص الطول القصير للبلوطة اللي انت شغال فيه. انا دلوقتي شغال على بلوطة اربعة ونص في خمسة. القصير بربعة ونص. نص القصير اللي هو نص الاربعة ونص هيساوي اتنين خمسة وعشرين من ميل. نفس الفكرة برضو جماعة. آآ البلوطة اللي هي آآ ابعدها خمسة في اربعة. برضو البلوطة دي لما تيجي حرك تقسم خمسة على اربعة هيطلع لك اصغر من او يساوي اتنين. آآ البلوطة كده بالنسبة لنا هتشتغل يبقى حرك برضو تيجي تعمل خط قصاد الطول الكبير اهو موازي للطول الكبير. وتوصل برضو بالاربعة اركان. ونفس الكلام بالزبط للبلوطة المجاورة اللي هي برضو خمسة فاربعة. وارتفاع برضو شكل الحمل هو نص الطول القصير. القصير هنا باربعة. يبقى اربعة على اتنين بساوي اتنين. طبعا هي كماعة الاتنين متر دي مقصود بها هنا ومقصود بها شكل شبر محارف اللي فوق. وشكل المسلس اللي على الشمال وشكل المسلس اللي على اليمين. هتيجي بقى حضرتك للبلوطة دي. البلوطة دي كده بالنسبة لنا طولها اللي هو يعتبر عشرة متر. طولها خمسة وخمسة عشر. طبع عرضها كام? اربعة. هتقسم حركة عشرة الاربعة هيطلع اتنين ونص. معنى كده ان الرقم ده اكبر من اتنين يبقى كده البلوطة دي هتشتغل وان وي. يبقى الاحمال بتاعتها هتتوزع في التجاهين فوق وتحت. يبقى الاحمال هتمشي في اتجاه القصير. طبعا احنا قلنا لو الاحمال مشت وان وي. يبقى نص الحملة عندك او نص البلوطة. هيمشي في الاتجاه. آآ هيمشي في اتجاه الحمل البلوطة هيمشي في اتجاه القصير. نص البلوطة عندك هيبقى فوق او هيروح للقامرة الاولى والنص التانية هيروح للقامرة التانية اللي هي لتحت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبرضه ارتفاع شكل الحمل يساوي نص الطول القصير. القصير عندنا باربعة. يباربعة على اتنين بيساوي اتنين متر. انا كده عملت توزيع احمال البلاطات على الكاميرات. طيب نمسك بقى كده حضرتك الكاميرات اللي انا طالبها منك الكاميرا بواحد. عليها شكل ايه عم مسلس ارتفاعه اتنين وربع. نيجي كده على الكاميرا بواحد. الكاميرا بواحد. طبعا بنحسب اول حاجة المعادلة الخاصة بالانويت بي في تي ناقص تي اس في جاما قرسي اللي هو كسفت الخرصانة. البي خمسة وعشرين من مية متر. التخانة بتاعت الكاميرا ستة من عشرة طبعا. التي اس سمك البلاط اتناشر سنتي او اتناشر من مية متر. كسفت الخرصانة خمسة وعشرين كيلو نيوتن على المتر المكعب حسبت حضرتك الون ويبطلع تلاتة كيلو نيوتن على المتر الطولي. الولود اللي هو احمال الحوائط هو عبارة عن سمك الحيطة في ارتفاع الحيطة في جاما بريك اللي هو كسفت الطول. هو ايه لك ان الول سيكنس باتناشر بمية وعشرين ميلي يعني اتناشر سنتي يبقى اتناشر من مية متر. ارتفاع الحيطة كنا قلنا برضه حضرتك هو مدينك في المسألة ارتفاع الدور بتلاتة متر. عشان تستنتج ارتفاع الحيطة. يبقى ارتفاع الحيطة هو عبارة عن ارتفاع الدور ناقص سمك الكاميرا. سمك الكاميرا اللي هو هنا ستين سنتي او ستة من عشر متر. كسافة الطوب ما جابش في المسألة اي سيرة عن نوع الطوب المستخدم او عن كسافة الطوب. فحضرتك ممكن تفرضه تقريبا من تلتاشر او اربعتاشر الى تمنتاشر كيلو نيوتن على المتر مكعب. انا افترضته ستاشر. هيطلع الولودز بيساوي اربعة واحد وستين من مية كيلو نيوتن لكل متر طول. وكده وزن الكاميرات كلها هيكون تلاتة. ووزن الحوائط كلها يكون كام اربعة واحد وستين من مية. طبعا لان انا ما عنديش اختلاف في ابعاد البلاطات او في ابعاد الكاميرات او في ابعاد الحوائط. سلاب لود حمل البلاطة. هنحسب حمل البلاطة هنسميه جي سلاب او جي اس. واللايف لود طبعا بي سلاب او بي اس هو كان حضرتك في المسألة اربعة. الديد لود بدع البلاطة اللي هو الانويت الخاص بالبلاطة زائد الفلور كافر. تي اس وجما ارسي زائد الفلور كافر. التي اس باتناشر سنتيه يبقى اتناشر مية متر في خمسة وعشرين جسفت الخرصانة زائد الكافرينج باتنين هيطلع خمسة. هو بقى طلب منك في المسألة ultimate load. ultimate load فده معناها ان حضرتك هتحسب الديد لود تاخد حضرتك الديد لود جي اس وتضربه في واحد واربعة واللايف لود طبعا تضربه في واحد. وستة كده انا جبت حمل البلاطة اللي هو دابل سلاب قلتي من تلاتاشر اربعة من عشرة كيلو نيوتين على المتر المربع. اللي انا عملته كده يا جماعة ده يعتبر جنرال لكل الكاميرات اللي موجودة عندك في المسألة. تمام? يعني الانويت ده هيكون ثابت لكل الكاميرات. الولود هيكون ثابت لكل الكاميرات وايضا الاسلاب لود هيكون ثابت لكل الكاميرات اللي انت حرارك تشتغل عليها في هذا البلان. ايه بقى اللي هيختلف? اللي هيختلف شكل الاحمال اللي جاية من البلاطة. يعني مسلا الكاميرا بي واحد هتشتغل عليها حمل مسلس ارتفاعها باتنين وربع. طب الكاميرا باتنين هتشتغل حمل او شكل شبه منحرف وايضا ارتفاعه بكام باتنين وربع احنا اتفقنا ان ارتفاع الشكل بيكون ثابت جوه نفس البلاطة. يعني ارتفاع شبه المنحرف ده برضو هيكون حضرتك باتنين خمسة وعشرين من مية متر. دي الكاميرا بي واحد اهي. او الارتفاع بتاع شكل الحمل احنا كنا بنسميه اكس بيساوي اتنين خمسة وعشرين من مية. اه حراك لو تفتكر معايا ان احنا قلنا ان في معاملات عندنا اسمها الفا وبيتا. الفا ده المعامل اللي انا بستخدمه عشان احسب الحمل الخاص بعد كده اه برسم البيتا هو الحمل الخاص برسم الشير فورس دياجرام. المسلس الحالة بتاعته طبعا معروفة الفا بسبعة وستين من مية وبيتا بيساوي نص. والمستطيل الفا وبيتا بيسا واحد. طب الترابيزوي ده الالفا وبيتا بجيبهم من الجدول اللي احنا كنا استعرضناه ايضا في الفيديوهات السابقة. لما تيجي بقى حركة تحسب الاحمال اللي كلية على الكاميرات هو عبارة عن زائد 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 بس ناخد بقى لنا احنا دلوقتي الشغالين يبقى انت حسبتوهم من شوية ماخدتش معامل امان يبقى لازم هنا اخد معامل امان واحد اربعة من عشرة او حتى ممكن تشتغل عليها واحد نص ما فيش مشكلة. طيب الدخل فيها معاملات الامان ولا لا? لو احنا رجعنا كده جماعة خطوة الورا. بصوا كده الدخل فيها معاملات الامان واحد اربعة واحد وستة. فانا كده بالنسبة لي الجزء ده او الترمي ده بتجاهز كده يعتبر حمل البلاطة بضربه في الفا للشكل اللي انت شغال عليه بضربه في اكس اللي هو ارتفاع الشكل. الانويت والولود انت حاسبهم. انا حسبه هو ترتاشر اربعة من عشرة. الفا للمسلس بسبعة وستين من مية. اكس يعمل الاتفاع بكام باتنين وربع. كده جبت الالفا اللي هو تلاتين خمسة وتمانين من مية. نفس الكلام حضرتك هتعيده نفس الكلام بالزبط. ما عاستبدال بس هنا هتحط القيمة بتاعة البيتا بيساوي كام خمسة من عشرة اهو بدل الالفا فوق كانت بكام بسبعة وستين من مية. هيطلع عن طبعا اصغر شوية من قيمة الالفا. طلع بخمسة وعشرين تلاتة وسبعين من مية كيرو نيوتب دي كل متر. كده حضرتك الكاميرا بي واحد خلصت. بترسم الكاميرا. تحط عليها يوني فرمولود اللي حضرتك لسه حسبه. بدلالة الالفا وبدلالة مين البيتا. لو حركت في تيجي كده اه شكل البلان كنا اتفقنا ان احنا حابين او عايزين نجيب الحامل على العمود اللي هو مين? سي واحد. ده بقى يا عم هيجيب احمل منين? من الكاميرا بي واحد مش هيدي حضرتك كده الكاميرا بي واحد ادي الصبورت الاولاني وادي الصبورت التاني. صح كده? ونفس الفكرة برضو ادي الكاميرا بي اتنين ادي الصبورت الاولاني وادي الصبورت نهون التاني. حضرتك لو حسبت بتاع الكاميرا بي واحد. وحسبت بتاع الكاميرا بي اتنين. الرياكشنين دول في الاخر هيسلموا المين? للعمل. عشان كده حضرتك دلوقتي بالمرة واحنا حاسبين الاحمال بتاعة الكاميرا. طيب لها بش مواندس حسبت الرياجشن على الشمال. الكاميرا جماعة سيمبل فمش هتفرق معي. سواء الشمال او الرياجشن اليمين. الاتنين في الاخر هيساوي بعض. طيب لما تيجي تحسب الرياجشن وبرضه كنا اتفقنا على الجزئيه دي قبل كده بتحسب الرياجشن بدلالة حمل الشير. بدلالة حمل الشير يعني في الاخر هستخدم الصورة عندنا بيتا. اهو الرياجشن عندنا بيساوي دبلو توتل بيتا في يقل على اتنين. خمسة وعشرين تلاتة وسبعين فاربعة ونص على اتنين. هيطلع الرياجشن سبعة وخمسين وتسعة من عشرة كيلو نيوتيب. ده رد الفعل اللي جاي من الكاميرا بي واحد واللي هيروح في الاخر للعمود من سي واحد. زي ما عملت الاحمال على الكاميرا بي واحد هنشتغل برضو الاحمال على الكاميرا بي اتنين بس هناخد بالنا الكاميرا بي اتنين عليها شكل ايه شبه منحرف بدل المسلس اللي كان رايح لبي واحد. احنا كنا اتفقنا ان شكل شبه المنحرف الفا وبيتا آآ بيكونوا مش سبتي بجيبهم من جدول على حسب الار. مين الار بقى حضرتك? الار تعتمد على ابعاد البلاطة اللي جاي منها شكل شبه المنحرف. وطبعا شكل شبه المنحرف جاي من هنا. عبارة عن ايه? الكبير عندنا بكام يا عام بخمسة والصغير عند حضرتك بكام اربعة ونصف. هتحسب الكلام دوت هيطلع عندك واحد وحداشر من مية. هتفتح الجدول اللي موجود في الكودو المصري واللي موجود في كتاب الدكتور شاكر البحيلي صفحة مية تمانية وسبعين اخر جدول عند حضرتك في الصفحة من تحت هتجيب قيم الالفا وقيم البيتا. ادي الكاميرا بي اتنين. ادي شكل شبه المنحرف. قيمة الارب واحد وحداشر من مية. جبنا الالفا والبيتا من الجدول. ونفس الخطوات السابقة بالزبط. ايه واحد واربعة من الان ويت. زائد الولود خلاص بالنسبة لنا كده. الجزئية دي خلاص هتكون سبتة كل الكاميرات. واحد واربعة من الان ويت زائد الولود. لان انا كل الكاميرات هشتغلها في صورة الالتنات. اللي اختلاف بس هو الجزء التاني. انت عندك الجزء التاني في ايه? فيه اعتبر مضروف في المعامل الفا عشان انت هنا بتحسب الفا. ومضروف في اللي هو مين اكس اللي هو ارتفاع شكل الحمل. الالفا عندنا سبعة بوينت سبعة اتنين خمسة. الدابلو اسلاب التارتاشر واربعة. الاكس عندنا باتنين وربعة حسبة الحمل في صورة الالفا. نفس الفكرة ، صورة البيتا كل حضرتك هتعملوا. الشيء الالفا اللي هي بوينت سبعة اتنين خمسة. بتحط مكام البيتا اللي هي بوينت خمسة اربعة خمسة. كده انا حسبت الحمل في صورة الالفا والبيتا. هترسم الكاميرا. الكاميرا طبعا عندي سيمبل. واhtحط الاحمال اللي انت لسه هاتحبها. الدابلو والالفا باتنين وتلاتية ونص. وندابلو وятаول بama سبعة واردين وواست من عشرة طبعا طول الكامرا كان عند حضرتك كام خمسة متر نفس الفكرة برضو بالزبع الكامرا عندك سيمبل الرياكشن الشمال زي الرياكشن اليمين واحنا اتفقنا يا جماعة ان الرياكشن بتاع الكامرا بي اتنين هيروح للعمود برضو اللي هو اسمه ايه سي واحد يبقى هتحسب الرأكشن وايضا بدلالة الحمل بيتا اللي هو سبعة وعشرين واحد من عشرة في ال على الاتنين كده انا جبت الرأكشن الخاص بالكامرا بيتين والي هيروح للعمود من سي رقم واحد طيب نستعرض كده شكل الكلان ثاني عشان نص على الكامره اللي هي بي رقم تلاتة. الكامره بيتها تلاتة here يا جماعة هي القامرا بيتها فين بقى الاحمال اللي موجود عليها ابيته تكت بص كده الكامره تلات بكيات اهي اربعة ونص واربعة واربعة الاربعة اربعة ونص في شكل مسلس ارتفاعها باتنين وربعة. الاربعة التانية اللي هي البكية الوساطيةذية مش عليها حاجة يعني مش عليها حاجة يعني مفيش حمل راح للقامرة دي. امار الاحمال فين? الاحمال اللي هنا كلها رايحة للقامرة اللي هي اسمها بي اربعة اللي احنا نحلها ان شاء الله بعد شوية من فوق. وراحة للقامرة اللي زي بي اربعة من تحت. انما هل في حمل راح من البلاطة للقامرة اللي انا شغال عليها اللي هي بي تلاتة? لا طبعا. يبقى كده الجزء التاني ما فيش احمال جاية من البلاطة. الجزء التلات اللي هو طول اربعة متر برضو عليه حمل المسلس بس ارتفاعه بكام? باتنين متر. بتاع لي كده حرك نستعرض الكلام ده. ادي الكاميرا بي تلاتة. عندنا في مسلس ارتفاعه باتنين والباكية الوساطية مش عليها حاجة من البلاطة. والباكية التالتة عليها مسلس ارتفاعه باتنين متر اوروبا. وكنا اتفعنا ان المسلس الف بسبعة وستين من مية وبيتا بونوس. حضرتك هنا بقى هتضطر انك تقسمها آآ تلات باكيت. يعني هتشتغل على كل او كل جزء لوحده. تمام? انا عندي بين الصبورت الاولاني والصبورت التاني في شكل مسلس اهو. يبقى الاسبان او البحر اي بي. الاسلوب اللي فات بالزبط. الجزء الاولاني ده مش هيتغير. اللي هو واحد اربعة من عشرة من كما سبق بنفس الارقام بالزبط. طب الجزء التاني حامل البلاطة في الالفا في الاكس. حامل البلاطة بتلاتاشر واربعة. الفا للمسلس سبعة وستين من مية. اكس بكام باتنين وربعة. لما تيجي تحسب البيتا انا بسي الكلام بالزبط. بس هتشيل حضرة قيمة الالفا اللي هو ب سبعة وستين من مية. وتحط حضرة قيمة البيتا بكام بنص. انا كده اشتغلت على الباكية الاوانية وحسبت الاحمال بتاعتها في صورة الالفا والبيتا. طب الباكية التانية. هل حضرتك الباكية التانية عليها شكل من حمل البلاطة? لأ. بس ما حدش يقول يا جماعة ان الاحمال بيساوي صفر. انا عند هو عبارة عن واحد واربعة من الانويت زائد الفكرة بقى ان الجزء الخاص بالسلاب في خلاص كده بالنسبة لنا بصفر. يبقى لما تيجي تشتغل على هو الالفا بيساوي الانويت زائد مضروب طبعا في واحد واربعة من عشرة عشان انا بشتغل يبقى الجزء التاني يا جماعة هو مفيش احمال بلاطة لكن الباكية دي تشايلة وزنها وشايلة وزن الحوائط اللي عليها عشان كده بجمع زائد كده بالنسبة الباكية الباكية التالتة نفس الباكية الاولى بالزبط حتى نفس شكل حمل مسلس الاختلاف ان انت بدل ما كنت هتشتغل على المسلس في الباكية الاولى اتنين وربعة هتشتغل عليه بكام باتنين ادي الباكية التالتة هي واحد واربعة من الانويت زائد الولود دابلو سلاب في الفا بسبعة وستين من مية في ارتفاع الشكل عندنا باتنين كده دابلو توتل الفا دابلو توتل بيتا نفس الكلام بالزبط بس انا هستبدل السبعة ستين من مية. اللي هو المعامل الفة. زي ما حرك شايف هو بن معمل بيتة اللي هو بنص. وترتب حضرتك كده او تديني الكاميرا كده جهزة التلات باكيات عليها الاحمال. دي كده الباكية الاولى الفا وبيتا. الباكيا التانية دابلاتوطة الفا بيساوي دابلاتوطة البيتة عشر خمسة وستين من مية. وايدي الباكيا التالتة اللي انا لسه حاسبة اللي هو الكاميرا اللي هي في رقم اربعة لو احنا استعرضنا كده مرة اخرى. ده كده شكل البلان اهو. الكاميرا بي اربعة دي يا جماعة. الكاميرا كام بكية في الاخير. التشال على العمود ده. ومتشال على العمود ده. كمام؟ الجزء الاولاني اللي هو هنا على حملة مستطيل. ده بالجزء التاني علي حملة مستطيل من تحت وشبه منحرف من فوق. الشبه منحرف ارتفاعه باتنين وربع والمستطيل ارتفاعه بالتوش�� باتنين. لو جينا كده استعرضنا الكلام ده. قدي الكاميرا بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي زائد بس ناخد بالنبقى الجزء الخاص بالسلاب لوت حمل البلوط على البكية اي بي ده في الاخر عبارة عن شكلين يبقى حضرتك هتحسب حمل شكل شبه منحرف والحمل الخاص بشكل مين المستطيل زي ما حراك شايفة هنا معضح لك شكل شبه منحرف في الفا في اكس القانون هو هو يا جماعة بس هيختلف طبعا الفا ومين والاكس نفس الفكرة برضو شكل المستطيل في الفا في مين في الاكس الجزء الاولين بتاع الانوت والولوت مفيه مشكلة زي اللي فات بالزبط تاب الجزء التاني حمل البلوطة تلاتاشر اربعة الفا بوينت سبعة اتنين خمسة جبتها منين ما هو ده نفس شكل شبه المنحرف اللي انا كنت اشغال عليه ار بيساوي كبير على الصغير من البلوطة اي طلع خمسة على اربعة ونص دخلت الجدول جبت قيمة الالفا وقيمة البيتا يبقى الفا الخاصة بشكل شبه منحرف بوينت سبعة اتنين خمسة طب يا عم بكام باتنين وربعة طب بالنسبة للمستطيل احنا عارفين يا جماعة ان قيمة الالفا والبيتا للمستطيل زي بعض بيساوي كام بيساوي واحد والاكس بتقاس بالمستطيل بكام باتنين نفس الفكرة برضو بالزبط ببس هستبدل رقم الالفا اللي محسوب هنا برقم البيتا بوينت خمسة اربعة خمسة ونفس الفكرة بجزء المستطيل لكن طبعا جزء المستطيل مش هنحس باي التغيير لان قيمة الالفا بيساوي البيتا كده حضرتك بالنسبة للبرتشن الاولان اللي هو مين بي طب بالنسبة للجزء التاني بقى اللي هو بيسي هنا عليه شكل واحد بس اللي هو شكل مستطيل يبقى حركة تكتب آآ قانون واحد بس الجزء البلاطة طبعا الانويت والول لود ده ما فيوش اي مشكلة واحد اربعة من عشرة من الانويت زائد الول لود زائد الول لود زائد الدابلوس لاب في الفا مين في الاكس وهنا زي ما اتفقنا ان المستطيل الفا بيساوي وبيتا عشان كده الدابلو توتل هحسيبه مرة واحدة وهو نفسه في الالفا هيساوي في نفس القيمة في اتجاه البيتا آآ طلعت القيمة سبعة وتلاتين ونص هتديني كده شكل الكاميرا وتحط الاحمال عليها للباكية الاولى والباكية التانية كده حضرتك بالنسبة لحساب الاحمال على الكاميرات بي واحد وبي اتنين وبي تلاتة وبي اربعة هنفتجر كده في المسألة ان هو كان عايز حضرتك حمل العمود سي واحد وتعمله التصميم وكنا اتفانا ان العمود سي واحد جاب من الكاميرا بي واحد وجاب من الكاميرا بي اتنين ما حدش يا جماعة يفتكر ان دا جاي مين او جايش مال انا في الاخر دا شكل بلان دا يا جماعة شكل بلان يعني انا كاي اني بص من فوق ففي الاخر الاحمال كلها ماشى تحت ماشى في اتجاه الجاذبية ورايحة في الاخر للصيج لكن انا لما باجي حل بافصل الكاميرا عشان اطلع الرياكشن بتاحه يبال دا وهو في الاخر رايح للعمود من فوق لتحت. تمام? او هو المفروض من تحت الفوق لكن طبعا لكل فعل رد فعل. يبقى الحمل الخاص بالعمود سي واحد هياخد الرياكشن متاع الكاميرا بي واحد والرياكشن متاع الكاميرا مين بي اتنين. ده كده بالنسبة لكل ما وسي واحد العمود سي واحد يحمل ردود افعال من الكاميرات بي واحد وبي اتنين. وطبعا لو في كاميرات تانية كنت ياخدها معي في الاعتبار. يعني مسلا ده وانا قلت لك تعال انا عمل لي عم حسابات العمود ده. العمود ده هياخد من الكاميرا دي وياخد من الكاميرا دي وياخد من الكاميرا دي وياخد من الكاميرا اللي تحت. تمام يا جماعة? نفس الفكرة برضو العمود ده هياخد من الكاميرا دي وهياخد من الكاميرا دي وهياخد من الكاميرا دي. لكن انا طبعا دلوقتي العمود سي واحد جاي برياكشن من بي واحد وبي اتنين فقط. الرياكشن اللي انا حسبته من البي واحد كان طلع سبعة خمسين وتسعة من عشرة. بي اتنين كان طلع سبعة وسبتين وتمانية من عشر. ايه بقى اللي هيحصل حركة جمع الرأكشن دول مع بعض. يبقى ده كده مجموع الرأكشنات الخاصة بالعمود. بس الكلام ده فينا يا جماعة. في دور واحد بس. لان انا بحل بلاطة دور واحد بس. لو تفتكر معايا كان معطى في المسألة عدد الادوار بي سوى عشر. عشان كده حضرتك. لما تيجي تحسب بقى اللي احنا كنا بنستخدمه في معادلة العمود الشورت كولا. تمام? هو عبارة عن ايه بقى مجموع رأكشنات الاعمدة هو? اللي هو بي واحد وباتنين. الكلام ده لو انت شغال في دور واحد خلاص انا كده خلصت. لكن طبعا انا عندي عشر ادوار فانا هاضطر اضرب الكلام دوت فين? في عدد الادوار. وطبعا بناخد كده زيادة شوية عشان حضرتك تاخد وزن تأثير اه اه او تأثير وزن العمود معك في الاعتبار فبندرب الرقم دوت في واحد واحد من عشر او واحد وخمستاشر من ما. يبقى لما تيجي تحسب حملة عمود اللي هو البي وانا بأكد عارج بي لازم تكون جاي بالرأكشنات والاحمال في صورة الالتيمت لوت. وبالفعل انا جاي بالاحمال في صورة الالتيمت لوت. يبقى هو مجموع الرأكشنات مضروف في عدد الادوار مضروف في واحد واحد من عشر. الرأكشنات معاك عدد الادوار كم اديها لك عشرة واحد واحد من عشرة. كده الحمل الخاص بهذا العمود في كل المنشأة عام في العشرة تدوار الف تلتمية اتنين وتمانين وسبعة من عشرة كيلو نيوتن. كده حضرتك تقدر تروح تعمل تصميم لهذا العمود بمعادلة الشرط كولم بألتمت خمسة وتلاتين من مية اف سي واريا كومكريت زائد سبعة وستين من مية اف فيلد اريا ستيل. هنا طبعا انا مش ادت لك اي شرط في المسألة اه خاص بفرض حديد التسليح عشان كده انا اشتغلت بالفرض العادي اللي هو والاشتغلت ان الايريا ستييل بيساوي كام واحد من مية اريا كومكريت طلعت الاريا كومكريت افترضت ان العرض الخاص بقطاع العمود مسلا ميتين وخمسين ملي ممكن حركة تترضه مسلا تلاتمية وطبعا الايريا كومكريت عبارة عن مين في مين بيفتي باعتبار ان العمود انا افترضت ان هو قطاع مستطيل اه اه ابتخانة هو عبارة عن المساحة على العرض طلعت ابتخانة ربعمية تمانية وتسعين ونص هنقربها الارى بخمسين ميلي بالزيادة يبقى كده حضرتك العمود هو عبارة عن متين وخمسين ميلي في خمسمية ميلي يعني حوالي خمسة وعشرين سنطف في خمسين هنروح متحسب هوا عبارة عن واحد من مية من الانت عشتغلت عليها. بس ناخد بلا ديت كان المشي اللي طلعت اج diret من المعابلة الى انت اخترته. يعني ايه انت انتم طلاع الى ايبا اين اربعة ستة اثنين تلاتة وسبعة من عشر ملي متر مربع. عوالي مية ربعة وعشرين الف ستمية تلاتة وعشرين وسبعة من عشرة ملي متر مربع. تمام? هل هي دي اللي انت هتنفزها? لا انا نفزت كم بقى? انا نفزت متين وخمسين في خمسمية. اكتر منها بشوية. تمام? فعشان كده لما تيجي تحسب الواحد من مية تحسبها من المساحة اللي انت هتنفزها او اللي انت هتختارها. هي زي ما حرك شايف واحد من مية من البي في التي. طلع معنا الف متين وخمسين ملي متر مربع. سي لا ستة وكسر. ما ينفعش طبعا ان انا قربه لسبعة. لازم يكون الرقم زوجي. فانا اشتغلت على تمانية فاي ستاشر. وتروح بعد كده حضرتك بقى ترسم بسكيل واحد لعشرة. شكل العمود خمسة وعشرين سنتي لما تقسمه على العشرة يبقى اتنين سنتي ونص. خمسين سنتي او خمسمية ملي. الخمسين سنتي لما تقسمهم على العشرة حوالي خمسة سنتي. يبقى انت كده هترسم اتنين سنتي ونص في خمس سنتي. وتيجي حركة ترسم جوة كده الشكل او المحيط الخارجي الخاص بالكانة. واتفعنا ان اول حاجة حضرتك هتحط السيخ في كل ركن. انا عند التسليح في الاخر كامل يا جماعة. انا عايز اوزع تمانية فاي ستاشر. يبقى انا هحط سيخ في كل ركن. هيتبقى لك كام? اربعة. بحط اتنين فوق واتنين تحت. تمام كده? يبقى دي كده التمنت السياخ بتوع حضرتك. لازم تتشك على حاجتين. المسافة بين الاسياخ ما تزيدش عن متين وخمسين ملي. هنحسبها ازاي? العمود في الاخر خرصانة خرصانة خمسمائة ملي. يبقى من الكانة للكانة تقريبا ربعمية وخمسين على اعتبار ان انا هسيب كفر من ناحية دي خمسة وعشرين وكفر من ناحية دي خمسة وعشرين. لما تيجي حضرتك تقسم الربعمية وخمسين على تلاتة هيطلع كام? مية وخمسين ملي متر. اصغر اصغر بميتين وخمسين تمام يا عام يبقى كده المسافة بين الاسياخ موفية تبقى للكود المصري. حاجة تانية. حضرتك في الاول انت بتحط الكانة الخارجية بس. الكانة الخارجية لها الكانة الكبيرة دي. تمام? طيب وبعد كده بتقرر بتشوف ازا كنت تحتاج تعمل كنات داخلية ولا لا. لو حركت في برضو كنا اشرحنا الجزئية دي في الفيديوهات الخاصة في الشرط كولم ولا انا برضو هسيب اللينكات الخاصة بيها في الوصف التفصيلي اسفل الفيديو. كنا فعلا المسافة بين فروع الكانات ما تزيدش عن تلتميت ميلي متر. طبعا بين الفرع الاوليني وبين الفرع الاخير كام ربعمائة وخمسين فلازم استخدم فروع كنات داخلية. انا اصلا ما عنديش في النص غير اربع السياخ. ما ينفعش ان انا احطي هنا فرع. وهنا ما اعملش. لازم المسألة في الاخر او لازم الشكل يكون فيه سيمترية او لازم الشكل يكون متماسل. يبقى انا هاضطر لساعتها ان انا استخدم كانة صندوق كده صغيرة تربط للاربعة السياخ اللي في النص. وطبعا الشكل اللي تحت ده هو شكل تفريد ال كانة دي في الاخر الكانة الكبيرة ودي كان صغيرة. وعلى فكرة ممكن ان حادات في الاخر في الموقع يعمل لك الكانتين دول مع بعض. بسيخ واحد بيسميها كده كان اوتماتيك. دي كده كانت اعتبر اا كان عادية كبيرة وكان عادية صغيرة ممكن يعملها بسيخ واحد بيسميها كانات. كده حضرتك ان اشتغلت على توزيع احمال الكاميرات على بي واحد و بي اتنين و بي تلاتة و بي اربعة وخدنا مثال كده بسيط ازاي نحسب الرياكشن الخاص بالعمود سي واحد وازاي نكمل ونعمل له ديزاين ونلسم تفاصيل التسليح الخاصة به. اتمنى كده في النهاية ان الامور تكون واضحة لو فيه اي استفسار يبعتولي وان شاء الله هنحاول نرد عليها في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.